نشاط أممي مكثف لإنقاذ اتفاق السويد بعدما وصلت الجهود الدولية لتنفيذ بنود الحديدة والمعتقلين إلى طرق مزدودة حيث يصل المبعوث الدولي مارتين غريفث إلى الحديدة من صنعاء في محاولة لتحريك مياه السلام الراكدة في ميناء الحديدة وفق متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد المبعوث الأممي مارتين غريفث بأن المنظمة الدولية ملتزمة بالمحافظة على تنفيذ اتفاق سوكهولم بشكل كامل وسريع لكي يتسنى للمنظمات الأممية توزيع المساعدات الإنسانية دون عوائق كان الجنرال الهولندي باتريك كاميرت قد زار عدن في إطار الدفع باتجاه تنفيذ خطة إعادة الانتشار للقوات المشتركة في مدينة وموانئ الحديدة لكن رئيس فريق البعثة الأممية الرقابية عاد إلى الحديدة مرة أخرى دون الإفصاح عن نتائج لقائه بممثلي الحكومة يذكر أن باتريك كاميرت قد تعرض موقبه لإطلاق نار في الحديدة في السابع عشر من ينائر الحالي وهو ما جعله وفق مصادر دبلوماسية يطلب إعفاءه من منصبه وتقول أنباء مطلعة في الأمم المتحدة بأن رئيس مجلس الأمن يعتزم تعيين الجنرال الدنماركي مايكل لوسيغارد رئيساً بديلاً لفريق وقف إطلاق النار بالحديدة وبانتظار الجنرال الدنماركي الجديد يواصل الجنرال الهولندي باتريك نشاطه في الحديدة بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي في وقت تتصاعد فيه المواجهات في أكثر من منطقة بينما يكافح المواطنون في مناطق المعارك وفق منظمة أوكسفام لشراء احتياجاتهم الرئيسية بصعوبة من أجل إطعام أطفالهم اشتركوا في القناة